اشتركوا في القناة انهم هذول اللي لم يأتوا اللي هم مستورين ويقوموا بالمؤامرات وهذول موجودين دائما على فكرة في دائما فئات مستترة لها تخطيط ولها اتصالات بالمنافقين واليهود وغيرهم واليوم بذكر كثير مثلا الماسونية هذول قوم مستترين مش مبينين فوق السطح شوف فوق السطح ايه لهم اتصال هنا وهناك ومحاولة الاختراق هنا وهناك لأنه دائما المستتر على فكرة المستتر بكون فيه قوة هو شايف وبيعرف شو بده وانت مش شايفه ولذلك انا بدي اقول للمسلمين كمان وما بعرفش يعني فيه ولا ما فيهش انه لابد المسلمين الحريصين انه احيانا يكون فيه جماعات تحت السطح تحت السطح تخطط انا اقصدش في الجانب السياسي والعسكري وغيره فقط في كل الجوانب اصول المسلمين يكون فيهم جماعات مش مبينة تقوم وتخطط كيف توصل لأنه ايش الكفر الكفر مرات بيكون تحت السطح بيخطط وحنا مش شايفينه وبتلقي يوصل ممكن يوصل لرئاس الدولة ويحكمنا وحنا مش عارفين من الماسونيين فيه حكموا فكرة وعندنا اسماء اسماء زعامات معروفة انها ماسونية وبجوز جماعات منعرفش من البيحكموا بس تصرفاتهم بالدل على انه لمن من تمين هذول والتنظيم الماسوني قديم وإلو مخططات وما على كل لين فهذول القوم الآخرين لم يعتوك هذول مستترين مستترين ولابد للمسلمين اليوم نتيجة المؤامرة العالمية ان يكون في جماعات تخطط للوصول لنتائج في كل بلد في كل بلد تخطط وتستخدم السرية من قال لك انه انت ممنوع من انه تكون عندك تخطيط سري بجوز تقولولي طب هو بجوز فيه مسلمين بيشتغلوا على الشغل وماشين في الموضوع ماشين وننبه كمان وهو مش معقول المسلمين الأغبية لهذه الدرجة ما فيهمش الآن جماعات تخطط ومش معروفة أصلا وما حدا من تبهلها ولكي تصل إلى أهدافها السامية الماسونية أهدافها مش سامية وأهداف تخريب فيه إذن تحت السطح بأهداف تخريب ولازم المسلمين يكون فيه منهم ناس من الأذكياء والمخططين تحت السطح أه ومش مرئين لازم يكون ممكن يكون مش معقولها الأمة ما فيهاش ممكن تتفاجعوا فيها في يوم الأيام واصلت وأثناء عملية وصولها ممكن تستخدم التورية وممكن تستخدم مرات ترضي بكلام زي ما قال الله سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه بالكلمة يعني قال ابن عباس يعني بالكلمة إلا أنت ارضيه بالكلام مش قضية بس المهمة زي ما هم زي ما هم برضوك بالكلام مرات وتخططاتهم بقتلف كمان هذا وينت هذا لما تحتاج الأمر أنت في خطتك فنرجو أن يكون هناك بين المسلمين برضو كوم آخرين مش مبينين